بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ان شاء الله الفراخ المرمشة زي الجهزة اللي في المطاعم الكبيرة عندنا كيلو دبابيس فراخ هننقعه في ميا وملح وخل ولمون لمدة ساعة وبعد كده هنخسلهم كويس وهنصفيهم المياه بتاعتهم وهنبدأ نعمل التدبيلة عندنا بصلة متقطعة وفصنتهم متقطعين وبعد كده هنحطهم في الخلاط ونحط عليهم معلقة خل كبيرة ومعلقة زيت كبيرة وعندنا لبن رايب وبيتباع عبوات لتر أو نص لتر في السوبر ماركت وهنضيف الخلاط كباية من اللبن الرايب ونص كباية ميا وهنضرب كله مع بعض كويس وهنضيف نص معلقة صغيرة ملح وخلاص كده ضربنا التدبيلة كويس وهنضيفها على الفراخ وهنقلب الفراخ كويس في التدبيلة وهنغط الفراخ وهنسيبها تتبل في التلاجة على الاقل 12 ساعة وبعد ما الفراخ تتبل معنا في بول هنحط بطين وربع كباية حليب وملح وفلفل وهنربوهم مع بعض كويس وفي السنية واسعة عندنا ثلاث معلق كبار كورني فليكس هنضغط عليهم بأيدينا بحيس نكسرهم شوية بحيس يبقوا معنا لحيطة كبيرة برضو وهنضيف ثلاث معلق كبار بقسمات ناعم واربع معلق كبار دقيق معلقة صغيرة ملح فلفلسود معلقة صغيرة كسبارة ناشفة معلقة صغيرة جنزبيل بودر معلقة صغيرة زعتر ناشف معلقة كبيرة توم بودر نص معلقة صغيرة كوركم معلقة صغيرة بابركة معلقة كبيرة بصل بودر وهنقلب كله مع بعضه كويس جدا وبعد كده هنحط الدبابيس الفراغ في البيض وهنقلبها كويس وبعد كده هنحط الدبابيس في الدييق وهنقلبها كويس جدا وبعد كده هنرجحها على البيض تاني وبعد كده هنرجحها على الدييق ونقلبها كويس وخلاص كده تقبلنا الفراغ كويس وبعد كده هنسخن الزيت كويس على نار متوسطة وهنرص هي الفراخ وبعد ما الفراخ تتقلي معانا كويس هنرصها على شبكة الشاوي وتحتها صاج وهندخلها فرن مسخنينه على درجة حرارة 180 10 دقايق بس هنطلحها وخلاص كده طلعناها من الفرن جربوها وان شاء الله تعجبكم ترجمة نانسي قنقر